ذكرت دراسة أمريكية حديثة نشرتها المجلة الأمريكية لعلم القلب أن أمراض اللثة المزمنة تسهم إلى حد كبير في الإصابة بأمراض قلبية وأشار الباحثون في هذه الدراسة إلى أن الأشخاص الذين لديهم التهابات ميكروبية مزمنة وخصوصا في اللثة عرضة بشكل عالي لأن تظهر لديهم أمراض متعلقة بتصلب الشرايين ويعز الأطباء والباحثون العلاقة بين أمراض اللثة والقلب إلى أن التهابات اللثة تضع عبئا على جهاز مناعة الجسم بشكل متواصل ما يشتت جهود محاربة الجسم للأمراض ومقاومته لها من دبي ينضم إلينا الدكتور ياسر آلنيازي اختصاصي طبوة تجميل الأسنان الصباح الخير دكتور ياسر بالفعل هل التهابات اللثة تؤثر على القلب وعلى صحة الجسم بشكل عام؟ الصباح الخير طبعا التهابات اللثة تتأثر تأثير أولي على القلب اللي تقريبا في عنده علاجات تم عليها علاجات يعني بالذات صمامات القلب يعني لذلك دائما نحن لما من بكون المريض بدي يفوت بمرحلة علاج قلب لازم ينعمل مينتننس ونشيل الأسنان التعباني ونقيم اللثة أكتر من مرة بحيث نعملها جيدة جدا تتلاءم مع عملية القلب اللي راح يعملها لأنه في حال إذا استمر التهاب اللثة وتمت عملية القلب بعد ذلك ممكن يحدث انتكاسات غير متوقعة طيب ما هي أهم أنواع الأمراض التي تصيب اللثة؟ خصوصا دكتور حاليا بهذا الكم الهائل من موضوع الوجبات السريعة والأطعمة المتنوعة طبعا بدنا نتفق أنه التهاب اللثة يتكون منه جيوب لسوية نتيجة ضعف التنظيف وضعف استعمال الخيوط بين الأسنان وهي التكونات البكتيرية نتيجة البلاك تساعد لأنه تصير عندك نوعا من البكتيريا ظل موجودة لفترة من فترات وفي احتمال تتجي باتجاه مجرى الدم بالذات إذا صار في عندك جرح لسة أو كذا طبعا بالذات إذا صار في تدخل جراحي عند طبيب الأسنان أو صار في أي علاج سني يعني بعدين لاحقا يعني فلذلك دائما لازم يكون كنت أود أن أستفسر دكتور عن المؤشرات الأولية ربما التي تثير القلق لدى الكثيرين يعني هل تلون لثة له علاقة كبيرة مباشرة هل هو نزيف الخام هل هو شيء سطحي غير مهم وتوجه لعلاجه موضوع ثانوي يعتبر دكتور أم أنه في صلب ما نتحدث الآن لا النزيف اللسة هو من أوائل العلامات اللي ممكن نحن نشوفها ونحاول نتفاداها دائما لكن التشخيص الكلينيكي لازم للمريض لما يجي لعند الطبيب نبحث عن طول اللسة اللي فيها بكتيريا مزبوط يعني هي مفروض يكون طول الجيب مفروض يكون حوالي 2 إلى 3 ملي إذا كان طول الجيب أكتر من 5 ملي فإذا نحن في مشكلة لازم نتدخل لها الموضوع طيب دكتور ماذا عن الموضوع أو النقطة التي أشار إليها جرير عن لون اللثة أحيانا يحدث تلون في اللثة تتحول ممكن إلى لون أغمق أو لون رنادي مثلا هذه حالة مرضية أم شغلة عادية هذه ليست هذه ممكن تجي نشوفها باستمرار بحالات التدخين وبحالات البرورر هايجين يعني الأشخاص اللي ما بينطفوا سنانهم تماما تصبغات اللسة هي تختلف من شخص لآخر بناء على العرق وبناء على الجنس طيب اللثة السليمة ما هي أعراضها مثلا ما هي مؤشرات أن هذا الشخص لفته سليمة لفته صحية ما فيه أي أعراض التهابات مثلا يعني مثلا بيكون عندك اللسة اللونة مثل ما أنت حكيت فضلتي قبل شوي بيكون لونة ماي للون البينك الزهري وما بيكون فيه عندك نزف مستمر عنده تفريش الأسنان ترجمة نانسي قنقر